بين الأجواع الخليجية تحلق طائرة بغداد بعلاقتها الرسمية والديبلوماسية غير متوقفة عند حد الزيارات الرسمية الروتينية من الرياض إلى أبوظبي حيث اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاذمي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زيد آن هيان باستقبال رسمي وثق خلاله ثبات العالم العراقي في المحيط العربي من جديد لقاء تتوحد فيه الرؤى العراقية الإماراتية نحو الأهداف الأمنية والسياسية والاقتصادية تفاعل بغداد العودة للاعب الدور المحوري في الاستقرار وإعمار التعاون الذي يحقق على الأرض بنية أمنية حقيقية واقتصادية مثمرة الزيارات العراقية تأتي على لسان الكاذمي لاستكمال نهج الحكومة بتعزيز العلاقة مع الجيران في مطلع آيار فتحت الخطوط الجوية المباشرة بين بغداد وأبوظبي ما حقق ويحقق رسالة الإمارات أيضا في دعمها لاستقرار العراق ومصالح شعبه وعلى رأس وفد وزاري عراقي تتعزز العلاقات بين بلدين شقيقين لتثمر قريبا عن نتائج على الأرض ما يؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها العراق حاضرا في وسطه العربي وفاتحا أبوابه البرية والمائية والجوية للأشقاء العرب باستثماراتهم وعلاقاتهم وتبادلهم مع شعب الرافدين خطوات ومراحل تنجز ما يراد له أن يكون منذ زمن بعد أن أخرته الظروف التي لعبت دورا في تجميد التنمية والتطوير الذي يريده العراقيون ترجمة نانسي قنقر